في الوقت الذي ينتظر فيه سكان المشات في بلدية الرواشد نقل الغاز إليهم يشتكي سكان مشتة الموالدة من مشروع نقل الغاز الطبيعي بالذات مشروع حسبهم قضى على إمكانية استغلال أراضيهم ناهيك عن منعهم من البناء في أرض موثقة منذ القرن الماضي كان غلطة في سويد وحبوش يستعرفوا بها حبو يدخلوا داخل المخطط العمراني بدون مراعاة المخطط العمراني لم يكن محتر منه نهائيا قدمت الشحان مسؤول بصحة الآن ما زال ما تحرك حتى واحد نقطة الخلاف الجوهرية عاد نقل الغاز داخل المخطط العمراني هي مشكلة تعويضات الرمزية التي احتسبت على أساس تعويض المحصول وليس الأرض التعويض يخص القطعة يخص الأنبوب بتاع الغاز برك ميطر وخمس ميطر وخمسين على ميطر سين وربعين متر كاري وقال لي بلي ما تبنيش تسابي خمس وسبعين متر هاكذا وخمس وسبعين متر هاكذا خلاص القول انه يديري تلت قطارات وستين آر مقابل مقابل ثلاثين قنطار قمح قال لي تعويض ثلاثين قنطار قمح 12 مليون مشكل ورثة الأراضي بمشت الموالدة تضاعف بقدوم مشروع محطة تصفية المياه القذرة التي ستوضع حسبهم في أراضيهم ودون استشاراتهم أو تعويضهم هم مسغلين كسر وشوها حطينا 1400 1400 سمسر ما زلسلهم قطعة خلاف حابين نضموها ثاني وما دخلوهاش في الحساب على بنا الدولة هذه ما قدرش نحكمها يعديوا الجاز ويعديوا الطريق في الساعة طيلي حقينا في الفيلاج ما تحسبني يشتغل في الحق سكان مشت الموالدة يأملون في تمكينهم من حقوقهم التي تنص عليها القوانين في مثل هذه الحالات بعيدا عن الحسابات الثيقة